القاتل الصامت أو ما يسمى علمياً بالثلاسمية سلب أرواح بريئة من أجل التوعية به وقيمت في العاصمة صنعاف عالية تحمله شعار معاً لحماية أطفالنا الحملة التوعوية الثانية عشرة بمخاطر أمراض الدم الوراثي أخطر مرض يمس المجتمع ويعاني منها المجتمع بشكل متواصل خاص بمجتمعنا اليمني الذي يعمد إلى زواج الأقارب بدون فحوصات مسبقة وهذا واجب على كل الأسر أن تعتني بهذا الموضوع ولا حرج فيه بل كل الحرج وكل الخطر أن يأتي من خلال الزوجين القريبين مرض يعاني منها الأولاد والأبناء على مدار العمق الحملة تسعى لتوعية المجتمع والفردة وتعريفهم بخطورة أمراض الدم الوراثي وكيفية الوقاية منه وإجراء الفحوصات اللازمة قبل الإقبال على الزواج حتى لا تدمر اتسامات ليس لها ذنب سوى أنها أتت للحياة حاملة مرض لا يرحم من أصيب به تهدف الحملة إلى توعية بمخاطر أمراض الدم الوراثي وتستهدف الشباب المقبلين على الزواج للوقاية ولحماية المجتمع من هذا الأمراض من هذا الأداء القاتل الذي يصيب مجتمعنا وهدفنا أيضا أن تصل هذه التوعية إلى كل منزل وإلى كل بيت حتى ينعم أطفال اليمن بالبيئة الآمنة والبيئة المستقرة الحملة التوعوية لمرض الثلاسيميا شارك فيها نخبة من الأطباء الذين قدموا النصائح لتجنب هذا الوباء القاتل كما شارك في الفعالية زهرات اليمن بتأدية لوحة فنية معبرة عن تعاطفهم مع الأطفال الذين أصيبوا بالداء القاتل ندى فريد اليمن اليوم الصنعاء